من فقه الفتن لزوم العلماء والحرص على الأخذ عنهم والتأدب بأدبهم والحرص على نشر علمهم لاسيما بعد فقدهم لأن فقد العالم ثلمة عظيمة وباب ينتظره الشيطان ليبث الفتن جاء في طبقات الحنابلة قال الأثرم ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من ستين سنة قال وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد قال فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها فقدة لأنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحزابهم وكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ومن العماية بعد الهدى أن قد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير فدخلهم العجب مع قلة العلم فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزاء من تعلمنا منه فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة وإنما هذا من متايد إبليس مع جنوده يقول لأحدهم أنت أنت ومن مثلك فقل فقد قال غيرك ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة من علم فيزين عنده أنه يبتدئه ليشمت به وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال أعني الأثرم رحمه الله وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر انتهى كلامه رحمه الله فالحرص على لزوم العلماء في حياتهم وعلى لزوم علمهم بعد فقدهم وعلى نشره يسد على الشيطان طريقا عظيما من طرق الفتن فرحم الله عبدا لزم هذا الأصل فسد على الشيطان طريقه وأذل الشيطان وطرده ورده لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله